لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المساعد أعزائي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنان حلقتنا النهاردة هيكون هل ابن حجر مسلم؟ شفنا في شرح الحلقة اللي فاتت أن ابن حجر موافق على قول الكرماني اللي قال أن الله فيه مش في السماء بزيته لأنه منزع عن الأماكن وشفنا رد السنة اللي أثبته أن الله في السماء بزيته وأن الأشعرة والجهمية بيقولوا أن الله في كل مكان ولما بتيجي الجملة مثلا أن الله يدنه بيأولوها بدنه الرحمة وهكذا وفي نفس الوقت بينزعه الله عن المكان ويقوله أنه مش في كل وفي نفس الوقت بينزعه الله عن المكان وفي نفس الوقت بيقوله أن الله في كل مكان وده معناه طبعا عند السنة أنه مماذج بكل شيء وطبعا اللي بيقول كده مش من أهل السنة عندهم خلينا النهاردة نواصل كلامنا عن عقيدة ابن حجر وأنه إزاي جهمي بيأول كل الصفات الفعلية وهنبدأ بأول حديث في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ستر المؤمن على نفسه يقول كده أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله يقول في النجوة قال يدن أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فابن حجر بيشرح الحديث وبيقول وابن المؤمن من ربه أي يقترب منه قرب قرامة وهلو منزلة يعني الدنو راح إيه مأوله فهنشوف كده الشيخ البراك بيقول لنا إيه أما نفات العلو القائلون بالحلول من الجهمية ومن وفقهم من الأشاعرة فعندهم إنه تعالى لا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء لذلك يلجأون إلى تأويل النصوص المخالفة لأصلهم ومن ذلك دنو المؤمن من ربه أو إدنائه له فيؤولونه بقرب المكانة والمنزلة وهذا هو الذي ذكره الحافظ ومشى عليه في نحو هذا الحديث وطبعا الجهمية هم القائلون بالحلول في إن الله في كل طبعا شيء ونلاحظ إن الشيخ البراك راح قال إن الحافظ ابن حجر ذكر قول الجهمية يعني موافق ليهم على إثبات الحلول ولذلك قال مشى عليه يعني أثبته وفي هذا الحديث قال ونحوه يعني مش في الحديث ده بس إن ابن حجر موافق على اللي بيقوله الجهمية كل حديث فيه تأويل الصفات الفعلية والذاتية والخبرية زي ما احنا شفنا في كل الحلقات اللي فاتت خلينا نروح كمان لكتاب شرح الحموية لابن تيمية بيقول فالجهمية قاتلهم الله يقولون إن الله في كل مكان تعالى إن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقالوا هو موجود في بطون السباع وفي أجواف الطيور تعالى الله عما يقول الظالمون لوا كبيرا وعشان نتأكد طبعا من الكلام ده هنروح لحديثين في البخالي وهنشوف ابن حجر قال عنهم إيه أول حديث صحيح البخالي كتاب التوحيد بيبقوا له وكلم الله موسى تكليما ابن حجر بيقول كده في الشرح وقد أزال لولماء إشكاله فقال القاضي عياد في الشفاء إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس الدنو مكان ولا قرب زمان ويعني إيه الكلام ده يعني بينفي دنو المكان يعني نفس المعنى اللي علق عليه الشيخ البراك قبل كده وده رده على الجهمية اللي بيقوله بالحلول وهنعيد كلام الشيخ البراك مرة تاني الشيخ البراك بيقول فعندهم إنه تعالى لا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء الله لا يقرب ولا حد يقرب منه لذلك يلجأوني لتأويل النصوص المخالفة لأصولهم ومن ذلك دنو المؤمن من ربه أو إدناء له فيؤولونه بقرب المكانة والمنزلة وهذا هو الذي ذكره الحافظ ومشي عليه في هذا الحديث ونحو مشي عليه في هذا الحديث ونحو يعني إيه يعني طبعا كلام البراك بيقول إن ابن حجر عمل كده على طول الخط لو فرضنا سألنا مثلا إن ابن حجر أين الله تفتكروا ابن حجر هيقول لنا إيه هيكون جوابه زي ما كده هنشوف في كتاب الأشعارة في ميزان أهل إيه السنة يقول كده ولا وجدنا أحد غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون يعني إنا لو سألت ابن حجر فين الله هقول لك في كل مكان ونفس الكلام ده قاله الشيخ البراك على الحديث اللي فات بينطبق برضه على الحديث اللي هيجي دلوقتي سهيل بخاري كتاب التوحيد بيه بذكر النبي ورواياته عن ربه يقول كده ابن حجر قال ابن بطال وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة وكل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه وتعالمه حاليا دي شوفوا ابن حجر هنا بيعمل إيه بيقول ده مستحيل ده استحال أن الله يتقرب ويبعد ويتدانى ويأتي الحاجات دي فهو هيقول دلوقتي والحقيقة تعيين المجاز لشهرته في كلام العرب وبعدين إحنا دلوقتي هنشوف حاجة أن ابن حجر بيأكد الحلول برضو بس بشكل غير مباشر إزاي؟ في سحيل بخاري كتاب رقاق باب سرات جسر جهنم بيقول ابن حجر بيقول وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيلة هو عبارة عن رؤيتهم إياه فعبروا عن الرؤية بالإتيان مجازا يعني الرؤية عبروا عنها بالإتيان مجازا يعني الإتيان هو الرؤية مجازا هو ما عايزين يقوله كده فقيل الإتيان فعلا من أفعال الله تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث وقيل فيه حسف وتقديره يأتيهم بعض ملائكة الله ورجحوا عيات قال والعلى هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه مخلوق نشوف ابن حجر هنا بيقول إنه بينزه الله عن الإتيان وطبعا ابن حجر بيقول كده إن يعني الإتيان ده في حركة وحلول وانتقال والغريب إن معنا كلامه إثبات الحلول طبعا لله زي ما أثبتنا الأهرب بقى إن ابن حجر بنزه الله عن الإتيان وبيثبت الرؤية طيب أنت أنكرت الإتيان حقيقة أنت إزاي تجعل من الرؤية وهي حقيقة مجاز للإتيان واللي أنت بتنفي حقيقته يعني إيه؟ يعني الإتيان مجازه مجازه هو الرؤية وفي نفس الوقت هو قال إن الرؤية مجاز وهو الصورة والصورة مجاز يعني كله مجاز في مجاز يعني الرؤية والإتيان والصورة مجاز طبعا إحنا دلوقتي بنشوف إيه؟ يعني اللي قاله ابن حجر ده بيقول كده عبر عن الرؤية بإتيان المجاز واللي متابع حلقتنا الحلقات اللي فاتت هتعرف ان ابن حاجر بين في الصورة وبيثبتها مجاز يعني الرؤية برضه هتكون لصورة مش موجودة لان الصورة مجاز والرؤية مجاز والإتيان مجاز يبقى انت كده إيه يبقى كده إله مش موجود يعني كل مجاز في مجاز وهم يعني نشوف بقى الشيخ البراق بيعلى ويقول ايه اما نفي حقيقة المجيء والاتين ونفي الصورة عن الله تعالى فهو مسهب الجهمية وتبعهم على ذلك المعتزلة والاشعرة ولذلك احتاجوا الى تأويل هذه النصوص بما ذكروا الحافظ وهي تأويلات حقيقتها تحريف الكلام عن مواضيع وهي تأويلات حقيقتها ايه تحريف الكلام عن مواضيع والتحريف بقى اكتر كده من اللازم لان كله مجاز في مجاز في مجاز وقبل ما نختم الحلقة احنا نشوف اللي يقول بالحلول هل هو مسلم ولا لأ خلينا كده نشوف في عقيدة اهل السنة والجماعة يقول كده ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم انه مع خلقه في الارض يعني الله مع خلقه في الارض ونرى ان من قال ذلك فهو ايه كافر او ضال يعني كده لانه وصف الله بما لا يليق من النقص يعني مش مسلم يعني اللي بيقول بالكلام ده مش مسلم واللي قال بالكلام ده مين ابن حجر والجهمية خلينا نلخص الحلقة النهاردة الملخص ابن حجر طبعا اثبتنا ان هو ايه جهمي والجهمية منهم طبعا الاشعارة وقالوا ان الله منزه عن الحلول فبالتالي نفو العلو ونفو كمان انه يقترب او يدنه او يأتي وقالوا ان الرؤية هي تعبير مجازي عن الاتيان وان هما بينزه الله عن سمة الحدوث والاتيان مجاز مجاز ومجازه الرؤية وفي نفس الوقت الرؤية مجاز والصورة مجاز وكل ده طبعا بيعتبر تحريف الكلام عن موضعه وفي الاخر الجهمي عند اهل السنة هو ايه هو كافر او ضال يعني مش مسلم واللي يقول غير كده على الله مش بس تناقض لا ده بيقول ان الله اصلا كده مش موجود هل ما زلتوا تاخدوا من ابن حجر العسكراني شرح صحيح البخاري بكل اللي احنا سمعنا دلوقتي وتابعوني الحلقة الجاية عشان هنكمل عقيدة ابن حجر وكمان تابعوني على صفحة الفيسبوك اللي هتباني عندكها الشاشة والتقي بيكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة